بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية في هذه الحلقة الجديدة ببرنامجكم بشارات إلهية أورد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آيات عدة تناولت مفهوم فعل الخير لاحظوا سأقرأ عليكم هذه الآيات الثلاثة ونتناول بعض الروايات التي وردت بشأن هذه الآيات المباركة الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفق من خير فلأنفسكم هذه البشارة الأولى البشارة الثانية قال وما تنفق من خير يوفى إليكم البشارة الثالثة قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم هذه بشارات ثلاثة من الله سبحانه وتعالى تتعلق بالإنسان المؤمن إذا قام بفعل الخير البشارة الأولى قال وما تنفق من خير فلأنفسكم كل خير تقدمه أيها الإنسان في هذه الحياة لا تعتقد بأن هذا الخير نفعه وفائدته تذهب فقط إلى الغير لا الله سبحانه وتعالى يبين لك هذا المفهوم ويقول كل خير تقدمه تفعله فأنت إنما تقدمه لنفسك هذا الخير سوف يعود بالآثار الجيدة والإيجابية والنفع والفائد عليك في الدنيا وكذلك لك الثواب الجزيل والثواب العظيم في الآخرة لاحظوا الإمام السجال سلام الله عليه روية في الروايات المباركة بأنه كان إذا أتاه سائل فقير يسأله كان الإمام ماذا يقول له لا يرده لا ينهره يقول له مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة يرحب بهذا السائل بهذا الفقير ويقول له مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة فإذن الله تعالى يقول وما تنفقوا من خيرا فلأنفسكم الإمام السجال سلام الله عليه كذلك أشار إلى هذه الحقيقة بيّن بأن هذا الفقير يحمل زادي ويحمل حسناتي إلى الآخرة وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى سوف يعوضني عن هذا العطاء وعن هذه الفائدة التي قدمتها لهذا الفقير أو لهذا السائل كذلك ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه أنه قال أخذ أبي بيدي ثم قال يا بني طبعا لاحظوا سلسلة هذه الرواية المباركة الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول أخذ أبي بيدي يعني الإمام الصادق ثم قال يا بني إن أبي محمد بن علي عليه السلام أخذ بيدي كما أخذت بيدك وقال إن أبي علي بن الحسين عليه السلام أخذ بيدي وقال لاحظوا كل إمام يأخذ بيد ابنه من الأم سلام الله عليهم ويعلمه هذه الوصية وينقل له هذه الرواية المباركة طبعا مسك اليد إشارة على عظم هذه الرواية على التأكيد على فهم هذه الرواية من قبل المؤمنين لذلك من باب لغة الجسد الإمام سلام الله عليه يأخذ بيد ابنه الإمام وينقل له هذه الوصية حتى يفهم المؤمن بأن هذه الرواية وهذه الوصية وصية في غاية الأهمية ماذا قال له؟ قال له يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك كل شخص يطلب منك أمرا معين يطلب منك حاجة معينة يطلب منك قضاء أمر معين افعل الخير إلى كل من طلبه منك هذه صيغة عامة لم يخصصها الإمام سلام الله عليه بفئة من الناس بأشخاص محددين بالأقارب مثلا بالمؤمنين المتقين مثلا لا كل من طلبه منك فإن كان من أهله يعني هذا شخص الذي طلب هذا الفعل إن كان من أهله يستحق يعني فعل الخير فقد أصبت موضعه أديت هذا الفعل قمت بهذا العمل لشخص يستحقه كذلك ورد أن شخصا جاء إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وقال له إن المعروف إذا أزدي إلى غير أهله ضاع نقل له هذا الكلام بأنه يأتينا بعض الأشخاص ويطلبون مننا فعل الخير فعل المعروف ولكن إذا كانوا هؤلاء لا يستحقون هذا الفعل غير جيدين غير مستحقين لهذا الفعل فنحن إذا فعلنا المعروف ضاع هذا المعروف فقال الحسين عليه السلام ليس كذلك لا هذا الأمر ليس كما تعتقد ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر هكذا يجب عليك أن تتعامل فعلك للخير مثل وابل المطر هل المطر عندما ينزل إلى الأرض ينزل من السماء إلى الأرض هل يفرق بين إنسان بر وإنسان فاجر لا المطر ينزل على الجميع على جميع الناس فأنت أيضا فعلك للخير فعلك للمعروف ليكون كذلك مثل وابل المطر تصنع فعل الخير لكل شخص سواء كان هذا الإنسان بارا أو فاجرا نعم إذا كان إنسانا مؤمنا متقيا مواليا التأكيد والثواب يكون أعظم بالنسبة لك ولكن هذا لا يعني بأنك لا تفعل الخير إلى غيره من الأشخاص فإذا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم هذا الفعل فعل الخير يبقى لك ذخيرة في الدنيا ويبقى لك ذخيرة في الآخرة في الآية الأخرى رب العالمين يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يعني يرجع إليكم سوف يأتي وقت معين ورب العالمين يؤدي عنك هذا الفعل يرجع لك فعل الخير هذا روية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة يوقف الله وفقراء المؤمنين بين يديه فيقول لهم أما إني لم أفقركم في الدنيا لهوانكم عليه يعني لم أريد أن تقص من قدركم في الدنيا بل لأبلوكم وأبتلي بكم العل في إفقاركم هو لأمرين الأمر الأول امتحان لكم الأمر الثاني امتحان لغيركم من الناس لكي أنظر ماذا يفعلون معكم فانطلقوا فلا تدعوا أحدا ممن اصطنع إليكم في الدنيا معروفا من أهل دينكم يعني على مذهبكم على دينكم إلا أدخلتموه الجنة رب العالمين هذا بشارة من الله سبحانه وتعالى هذه بشارة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم رب العالمين يجعل هذا فعل الخير في الآخرة بأنك تنال سببا من أسباب نيلك لشفاعة المؤمنين هؤلاء المؤمنين لكل إنسان المؤمن شفاعة في يوم القيامة في بعض الروايات بأنه المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر هذه من قبائل العرب أكبر قبيلتين للعرب في زمن الأئمة سلام الله عليهم الأئمة بيّنوا بأن كل مؤمن له شفاعة في مثل هاتين القبيلتين من الأشخاص فأنت تفعل الخير رب العالمين يرد لك الخير في يوم القيامة هذا في الآخرة في الدنيا من أحدى آثار شريف في قومه له قيمة اجتماعية يموت مثلا في ساحات القتال يموت في الجهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى يموت في حال الصلاة مثلا يموت في إحدى المساجد يموت وهو مثلا على فراشه الذي ينام فيه بعض الأحيان والعياذ بالله إنسان يموت بميتة غير لائقة مثلا يأتيه حيوان مفترس وينهجه مثلا ويموت تأتيه أفعى مثلا تلدغه ويموت من سم هذه الأفعى يموت بميتة غير لائقة الأمثلة كثيرة في الحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنه صنيع المعروف يدفع ميتة السوء هذه من آثار فعل الخير في الدنيا الآية الأخرى التي بيّنها الله سبحانه وتعالى وفيها بشارة قال وما تنفقه من خير فإن الله به عليم لا تعتقد ولا تجعل كل همك أيها المؤمن أيها الإنسان بأن يرى الناس بأنك فعلت كذا عمل خير أنك قمت بكذا عمل جيد لا أنت اعمل الخير وترك أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لا يحتاج بأنك تخبر الناس بأنك فعلت عمل كذا بأنك ساعدت كذا فقير أنك عملت كذا عمل صالح الله سبحانه وتعالى هو ناظر إلى أعمالك هو يرى أعمالك هو عليم بما تفعل فلا تجعل همك بأن يعلم الناس بأنك عملت الخير لا افعل الخير وتيقن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيك عليك لذلك تجدون بأنه جاء رجل إلى الإمام الباقر السلام الله عليه وسأله في قوله سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعمة هي قال الإمام له يعني الزكاة المفروضة يعني تبديها للناس عندما تريد أن تفعل هذا الفعل تدفع الزكاة تظهر هذا الأمر للناس قال قلت وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء قال يعني النافلة في الزكاة المفروضة كان الإمام عليه السلام والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحب أن المؤمن يظهر هذا الأمر يظهره ليس من باب الرياء طبعا يظهره حتى يكون تشجيع لباقي المؤمنين على الالتزام بالفرائض على إقامة دين الله على إحياء هذا الركن على إحياء هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى في الإسلام لذلك كانوا يحبون أن يظهروا هذا الأمر ولكن عندما يأتي الأمر إلى النوافل إلى الصدقات كانوا يحبون أن يخفوها الله سبحانه وتعالى قال وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فنعم ما هي أو قال وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء قال الإمام الصادق يعني النافلة أو الإمام الباقر قال النافلة ثم قال هذا الشخص إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل يحبون بأن الفريضة تكون ظاهرة علنية والنافلة تكون بشكل مخفي حتى يبقى هذا الأمر سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى يعطيك ويكافئك الله سبحانه وتعالى على نيتك الصالحة في رواية أخرى وردت عن الإمام الصادق عليه السلام قال من أراد الله عز وجل من أراد الله عز وجل بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراد أنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا عملك قليلا وإن كان ليس بالمستواء الكثير ولا بالكمية المطلوبة الكثيرة ولكن أنت أردت بهذا القليل أردت وجه الله سبحانه وتعالى رب العالمين في المقابل لذلك يظهر لك آثار هذا العمل بكثرة ينشر لك الصيطة الطيب ينشر لك السمعة الحسنة أمام الناس ومن أراد الناس بالكثير من عمله هو فعل عمل كثير جاء بأعمال خيرة صالحة كثيرة ولكن لم يريد بها وجه الله أراد وجه الناس في تعب من بدنه وسهر من ليله تعب مشقة دفع أموال ولكن لم يريد بها وجه الله أبى الله عز وجل إلا أن يقلله في عين من سمعه هذه نتيجة عكسية أنت أردت أن تمدح أمام الناس تمدح في أوساط المجتمع الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك يجعل هذا العمل الكثير الجيد الحسن يجعله في عين الناس قليلا في عكس ما إذا كنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من فاعلي الخير في هذه الحياة وأن نكون من الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر